السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد أعلنت شاومي يوم أمس على المي باند 7 باند ممتزة جدا تأتينا بسعر اقتصادي ومواصفات ممتزة حسنت فيها كثيرا شركة شاومي سنتعرف على كل ما تقدمه الباند 7 السعر الرسمي الذي تنزل به لكن قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى الأعجاب بالنقر على الزر لايك إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لتضيع هذه الفرصة اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابعة لآخر الأخبار وتطورة التكنولوجيا أولا بأول أهم وأكبر التغييرات من حيث المي باند 7 من حيث الشكل الباند هو حجم الشاشة هنا من 1.6 و50 إنش الجيل السابق نجد المي باند 7 تأتينا بحجم 1.62 إنش مع ريزولوشن عالية والأهم أنها أصبحت تدعم الـ Always On Display بالنسبة للخاصية والسنسور هنا نجد الـ SPO2 قيص نسبة الأكسجين في الدم نجد أيضا سنسور الـ Heart Rate Monitoring هذا السنسور لقيص نبضات القلب نجد أيضا أكثر من 120 وضع رياضي وكل الخاصيات الموجودة في الباند السابقة يعني من شركة شاومي نجدها في هذه الباند 7 مع كل التحسينات التي ذكرناها نجد NFC هنا وأحد أهم المزايا التي تعودنا عليها مع الباند التي تأتينا من شركة شاومي هي قوة البطارية ونسبة التحمل حيث تأتينا مع بطارية بحجم 180 ميلي أمبير مما ستعطينا تجربة استخدام على الأقل 14 يوم إذا كان استخدامك فقيل لكن بدون استخدام الـ Always On Display بالنسبة لنسبة الشحن هنا ساعتين من الشحن كافية لإعطائك نسبة شحن من 0 إلى 100% هذه هي مواصفة الشاومي Mi Band 7 السعر الرسمي الذي تنزل به هو بداية من 36 دولار سعر ممتز جدا هذه هي مواصفتها وهذا هو سعرها أكتب لرأيك في التعليقات إن كنت من عشيق الباند أو استعملت من قبل أي باند من شركة شاومي أو غيرها وكيف كانت التجربة في ختم الفيديو أصدقائي أشكركم على المتابعة أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم لتنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس لأسلكم كل جديد أراكم في فيديو قادم إلى اللقاء وشكرا